جلست سيدة ثرية على الشاطئ فأتت إليها طفلة في سن البلوغ لتبيع لها بعض الخردوات فقالت لها السيدة بعدما اشترت منها كل ما معها ما الذي دفعك لتبيعي وأنت ما زلت صغيرة أما لك أسرة تنفق عليك ما حكايتك ابتسمت المسكينة وقالت لها اسمي آية ولي أم وأخ صغير كان والدي بحارا وله صديق حميم لا يفارقه وذات يوم مرضت زوجة صديق أبي مرضا شديدا فنصحه أحد الأطباء أن يذهب بها إلى الجبل لأن جوه أنسب لصحتها فذهب بها وتركها مع أسرتها التي تقيم هناك وعاد إلى بيته وبعد يومين مرض صديق والدي مرضا أحس معه باقتراب أجله فأخبر والدي بذلك وطلب منه إذا توفي أن يذهب إلى الجبل ويعطي زوجته مبلغا كبيرا وهو كل ما يملكه من الدنيا وبعد أن توفي صديق والدي لم يذهب أبي لزوجة صديقه بالمال حتى كانت الليلة الحزينة التي استيقظت فيها على نقاش حاد بين والدي وسمعت ما أذهلني فقد عزم أبي على أخذ المال ونهر أمي لأنها كانت تذكره بصديقه الوفي وبالأمانة وتنصحه بإصالها لكن والدي غاضب وثار فأشفقت على أمي ونصحت والدي وتلوت عليه آيات من القرآن وذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك ولكنه هددني بالقتل إن أفشيت سره فاستسلمت وأمي لحكم الله ولجأنا إليه ندعوه الهداية لوالدي الذي تاجر بمال صاحبه وأصبح غنيا وفي يوم عرض عليه بعض التجار أن يبيع كل ما يملك ويجمع المال ويسافر معهم إلى الخارج ويستورد قطع غيار للسيارات وسيربح من ورائها ضعفين لتكون صفقة العمر ففعل أبي وعندما ذهب بالمال إلى أحد التجار يوم السفر قام التاجر بالاعتداء عليه وأخذ كل ما معه ولم يستطع أبي إثبات السرقة على التاجر فمرض والدي ومات قهرى وتركني وأمي وأخي الصغير بلا أموال فاضطررت للعمل والتجوار على الشواطئ لأبيع الخرداوات كي أنفق على أم المريضة وأخي الصغير بكت السيدة طويلا ثم ذهبت مع آية إلى بيتهم وهناك تعهدت بعلاج الأم والإنفاق على آية وأخيها ليكمل تعليمهما وطلبت من آية أن توصلها لبيت زوجة صديق والدها لتطمئن عليها وتساعدها قدر استطاعتها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم شاب صيدلي تخرج حديثا من كلية الصيدلة بإحنا الجامعات الإقليمية وكان أمل وحلم أسرته الريفية المتواضع فقد باع أبوه قطعة الأرض الزراعية التي كان يمتلكها وأسس له صيدلية لكي يعمل بها وبعد مضي ثلاث سنوات على عمله بدأ يتردد عليه بعض الشباب الفاسد يطلب منه أقراص مخدرة ومهدئات من نوع خاص وأغروه بالمال وللأسف وافق على بيع مثل هذه الأقراص الممنوعة لهم بأضعاف ثمنها ثم تحولت الأمور إلى صداقة بينه وبينهم وأقنعوه بمشاركتهم في خوض تجربة الإدمان وأصبحت صيدلية سيئة السمعة ولما علم والده بذلك قرر بيع الصيدلية وتم إيداع الإبن الصيدلي المدمن إحدى المصحات النفسية للعلاج لكنه لم يمكث سوى أسابيع قليلة وخرج منها وعاد إلى حياته السابقة واضطر والده إلى طرده من المنزل ولم يجد الصيدلي أمامه سوى العمل بأحد المطاعم لكي يضمن مكانا للإقامة والمبيت داخل المطعم وتدهورت حالته الصحية وبدت مظاهر الفقر والحاجة تظهر عليه حتى تم ضبطه بواسطة الشرطة مع شلة الفساد وهو في حالة إعياء شديدة جعلته أشبه بالمتسولين أكانت وللأسف النهاية المحتومة دخوله السجن ثم إداعه مستشفى الأمراض العقلية بعد خروجه من السجن لعودته للإدمان مرة أخرى تلك كانت مأساة من الواقع لقد استسلم هذا الشاب للمعصية وارتكب ما حرمه الله وما حرم الله شيئا إلا وكان فيه فساد للحياة وضياع للمستقبل ونهاية مأسوية لا يرتضيها لنا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفَعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وكان ذلك على الله يثيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما مزارع فقير لا يمتلك سوى أدوات عمله وحماره الذي ينتقل به من مكان لآخر يعمل أجيرا لدى أغنى أغنياء قريته والذي يمتلك من الأراضي والممتلكات الكثير وكان هذا المزارع مصابا بداء النظر إلى ما عند الغير وكثيرا ما تمنى أن يتبدل الحال ويملك هو أملاك صاحب الأرض الذي يعمل أجيرا عنده رغم أن هذا المزارع لديه زوجة صالحة تقية وابنة تحفظ القرآن ولا تقل عن أمها صلاحة وكثيرا ما طلبت من أبيها أن يشكر الله على نعمة الصحة وراحة البال ولا ينظر لمن هو أعلى منه إلا لمن يسبقه في أمور دينه كما أن زوجته ذكرته أكثر من مرة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه وما قل وكفى خير مما كثر وألهى إلا أن المزارع كان يرهق نفسه دائما بتمني ما عند الغير وقبل فجر إحدى الليالي بساعة نهض الأب من نومه مفزوعة فأسرعت إليه زوجته وابنته وكانت تستغفران الله وتستعدان لصلاة الفجر والمزارع لا ينطق إلا بجملة واحدة لن أنظر لغيري ورضيت بما قسمت لي يا الله وعندما سألته زوجته عما حدث له قال لها لقد رأيت في المنام أني مت وتعلمين أني لا أملك سوى حمار وحبل وفأس وإذا برجلين يسألاني في قبري من أين أتيت بالحمار وبكم اشتريته ومن أين لك المال وهل أديت زكاته وفي أي أرض يرعى حمارك وهل استأذنت صاحب الأرض ومن أين لك الفأس وكيف حصلت على ثمانها والحبل أين وجدته وهل مال الحبل حلال وهل أجرة عملك تستحقها أم أنك لا تتقن عملك وعشرات الأسئلة وكل ما أملكه هو حمار وفأس وحبل فما يكون حساب لو أخذت ممتلكات وأراضي صاحب الأرض التي أعمل بها والتي لا تعد ولا تحصى ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين لا والله لئن أظل فقيرا معدما أرحم لي من ملك الأرض وما عليها فرحت الزوجة والابنة كثيرة وبعد أن هدأ المزارع نهض وتوضأ وذهب إلى المسجد ليصلي الفجر وهو في سعادة كبيرة خاصة بعدما قالت له ابنته هذه الرؤية بشرى لك ولنا لأن الله استجاب دعواتي أنا وأمي لك بأن تكون من القانعين الراضين بما قسم الله لهم وسوف تتحقق قريبا بمشيئة الله دعواتنا لك بأن يرزقك الله الرزق الحلال مع دوام الصحة والرضا وفي الصباح علم المزارع أن صاحب الأرض الثري أصيب بمرض منعه من أكل أنواع كثيرة من أطعمة محببة إليه فحمد الله كثيرا على ما هو فيه يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ترجمة نانسي قنقر